أول ميزة راح أتكلم عنها من سلسلة شروحاتي لخدمة الآي كلاود هي الآي كلاود الدرايف فعلى نظام الماك أقدر أوصل لها عن طريق الشريط الجانبي مثل ما احنا شايفين الآن أو من الأعلى أروح لغو واختار آي كلاود الدرايف هي ببساطة مشابهة للدروبوكس فعن طريقها ممكن أعمل مجلدات وأنقل لها ملفات بحد أقصى 15 جيجا فلو حبيت أني أنقل ملف بأي صيغة ما بين الآيفون والماك مجرد أني أضيفها للآي كلاود درايف وراح حصلها في جميع أجهزتي الحاجة الثانية أنه البرامج اللي تدعم الآي كلاود درايف راح ينعمل لها مجلد تلقائي على سبيل المثال PDF Expert اللي متوفر للنظام الماك والنظام الآي او اس فلو عملت ملف داخل PDF Expert واخترت تخزينه في الآي كلاود درايف راح يكون متوفر على جميع أجهزتي لكن هذه المجلدات ما أقدر أني أغير اسمها وفي الشروحات الجاية راح أتكلم عن الآي كلاود درايف على نظام الآي او اس